تنطلق يوم غد القمة الأمنية التاسع عشر حوار المنامة الفين وثلاثة وعشرين بمشاركة واسعة من مختلف الدول ويعتبر حوار المنامة القمة الأمنية الأولى في الشرق الأوسط إذ يجمع هذا الحوار رؤساء ووزراء وقادة عسكريين وأمنيين ليشكل بذلك منصة لانعقاد الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف بهدف دفع المبادرات السياسية كما يعد الحدث الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية منتجا فريدا من نوعه لمناقشة التحديات الأكثر الحاحة في المجالات السياسية والخارجية السياسة الخارجية والدفاع والأمن في الشرق الأوسط